موسيقى موسيقى إذن يوسع عازف البيانو جون بيسلي نطاق المفهوم التقليدي للجاز الكلاسيكي من خلال إقاعات عصرية ومتناغمة وترنيمات متواصلة وأحسيس تنقل يساعدنا أن نرحب معنا هنا بالستوديو بالعازف والملحن جون بيسلي كما تنضم إلينا الملحك الثقافي في السفارة الأمريكية لورن ويلي صباح الخير لكم وسهلا بكم هنا في سكاينيوز عربية سيد جون أهلا وسهلا فيك معنا اليوم هذا هي زيارتك الأولى إلى الشرق الأوسط وتحديدا إلى دولة الإمارات العربية المتحدة ما هي انطبعاتك الأولى إنه بلد رائع والاندماج فيه رائع جدا والتعدد الثقافي رائع جدا في هذه البلاد هناك العديد من الحفلات الموسيقية كنا في مدرسة وستمعنا إلى العود في الأمس وكان هناك عديد من الموسيقيين استمتعنا بذلك نحن نتطلع إلى الحفل الموسيقي هذه الليلة ونحن متحضرون جدا هل تعتقد الموسيقى التي سمعتها في الأمس ربما ستوحي لك بأشياء جديدة من خلال المقطوعات التي ربما ستقوم بتأليفة في المرحلة المقبلة؟ بالطبع بالطبع هنا موسيقى الجاز هي إحدى الموسيقى العالمية الأولى وتندمج فيها عدد من الإقاعات من أفريقيا وكوبا وأنواع أخرى من الموسيقى نحن عددنا قليل كموسيقيين جاز وفي الأمس استمتعنا بالاستماع إلى موسيقى جيدة جدا وأنا أتطلع إلى الحفل هذه الليلة لورين أود أن أسألك لماذا قررتم اليوم أن يكون جون موجودا هنا ويحيي هذا الحفل؟ نعم شكرا السفارة الأمريكية جلبت جون بيزلي هنا للتقديم هذا نوع الموسيقى الجاز في الإمارات بسبب الروح الجاز مستندة على التعاون الثقافي وكما هو قال تشمل ثقافات من كل إنهاء العالم فهذا مهم جدا هنا في الإمارات حيث نحتفل بالتعادد الثقافي هنا في البلد سأعود إليك سيد جون وسأسأل اليوم أنت قم موسيقى الخاصة سابق قد ترشحت لعدد من الجوائز مثل الجرامي أورد والأمي أورد بما رأيك ما المختلف فيها الذي جعلها تكون ضمن هذه القائمة قائمة الترشيحات؟ حسنا أعتقد أنه في حال مونكسترا نحن نلعب موسيقى لماكا وهو موسيقى جاز فلاسيكي كان معروفا إلى حين توفي في أواخر العوام الستينيات نحن نضع طابع جديدا ونضم بالدمج أنواع موسيقى من مختلف أنحاء العالم في أغانيها هذا إنه تقديم جديد لهذه الموسيقى سيرتك المهنية زاخرة بالكثير من الإنجازات اليوم عزفت مع ألمع الموسيقيين مايلز ديفيد فرادي هابرد زرت أيضا الرئيس باراك أوباما وعزفت هناك بوجود زوجته ما هي أبرز المحطات اليوم في هذا المسيرة المهنية العزيزة إلى قلبك؟ حسنا في الواقع أنا أعلق أهمية كبيرة على التنوع لقد عزفت مع ستيلي دين وعدد آخر من الموسيقيين وكنت مديرا لفرق موسيقية وأعتقد أن الانفتاح وتقبل كافة أنواع الموسيقى قد ساعدني لك أن أصبح موسيقيا أفضل وفنانا أفضل سيدة جون اليوم من أين أنت تستوحي هذه الموسيقى التي تقوم مع فرقتك ربما بتأليفها هل هو الحب؟ هل هو الغدر؟ هل هو الانتماء للوطن؟ من أين تستوحي هذه الموسيقى الجميلة؟ يأتي اللحاء من أستوحي من كافة نوحي الحياة هناك مصادر كثيرة للوحي بالنسبة إلي أتمشى وأغني على جهاز الآيفون خاصتي وهذا يمنحني بعد الوحي أعود إلى منزلي وأقوم بكتابة الموسيقى وهناك طرق متعددة لتكون مصدر ريحة الحب، الجمال، الوقائع الحالية يعني اليوم أنجزت الكثير ما الذي تتطلع إلى أنجازه في المستقبل؟ يعني بالنظر إلى ما حققته حتى اليوم هو كبير للغاية ما الذي ينتظرنا في المستقبل؟ ما الذي يريد جون تحقيقه أيضا؟ أريد أن أكون قادراً على لعب أو عزب الموسيقى وتحويل حياة الناس من خلال العزب على المسارح أريد أن أنقل السلام أريد أن أقل لهم أفكاراً جديدة أريد أن أفصلهم في خلال الساعة والنصف من الحفر الموسيقي أن أبعدهم عن ساعات الحياة اليومية وأساعدهم على الشعور بالتعاطف مع الآخرين وأن يختبروا خبرات جميلة وجديدة هذا ما أريد أن أقوم به في المستقبل اليوم سيدة جون أغلبية الشباب إذا أردنا أن نقول يجنحون إلى أنواع جديدة من الموسيقى ويتجهلون الموسيقى الراقية وموسيقى الجهاز وغيرها من هذا النوع هل أنت قلق على المستقبل الموسيقى العالمية في ظل انتشار الموسيقى الإلكترونية الريغيتون وغيره من هذه الأنواع من الموسيقى كيف نعيد هؤلاء الشباب لسماء الإجاز والموسيقى الراقية؟ أعتقد أن عرض هذه الموسيقى عليهم والتعليم مثل الوسكو هم يحافظون على الثقافة ولكن في الوقت نفسه هم شبان إذا سوف يضعون طبعتهم الخاصة بصمتهم الخاصة على الموسيقى وهكذا تم تأليف الموسيقى منذ الأزل إنها موسيقى تتنقلها الأجيال من جيل إلى جيل نقوم بخلق طبعتنا الخاصة هم يتعلمون من الموسيقى الموجودة وأنا أتعلم منهم أيضا هناك لعب فاز في فرقة يبلغ من العام 24 عاما وهذا أمر رائع وهذا ما يجلب النجاح لورين اسمح لي أن أسألك أيضا عن أهمية هذا الشراكة الثقافية بين الولايات المتحدة الأمريكية ودولة الإمارات العربية المتحدة وإلى أي مدى تسري البلدين والشعبين بالتأكيد ها هو من عبر هذا التعاون الثقافي والتبادل الثقافي أن نحلق علاقات جديدة ونريد أن تسبح الألاقة بين دولة الإمارات والولايات المتحدة دائما أقوى نعم سأعود إليك سيد جون أنت اليوم على موعد وجمهورك بحفل سيقام في الإمارات العربية المتحدة ما هو الجديد الذي ستقدم اليوم للجمهور هل من مفاجآت اليوم؟ هناك دائما مفاجآت لأننا نقوم بالارتجال في الموسيقى إذن ما نقوم بعزفه الليلة ما سوف نعزفها الليلة قد يكون أغنية قد عزفناها وأديناها في دوباي منذ أيام قليلة ولكن لذا يكون مختلفا لأن في الجاز هناك نوع من الحوار بين الموسيقيين قد يكون لقاع أكثر سرعة أو أكثر بطئا فنحن نتطلع إلى الفتاح وتقديم موسيقى جديدة على الدوام نحن نتمنى لك للتوفيق وأن تكون حفلة رائعة اليوم أهلا وسهلا بك في دولة الإمارات العربية المتحدة العازف والملحن جون بيسلي والملحق الثقافي في السفارة الأمريكية لورين ويلي شكرا جزيلا شكرا جزيلا